الفنانة هودا شمس الدين هي بطلة حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم عنها صاحبة أطول إعلان وكمان هنعرف قصة طلقها واعتزالها الفن كان بسبب إيه وتوفت كمان في نفس شهر ميلادها وقصة الفنانة المصرية هودا شمس الدين هنعرفها معنا في الفيديو خليكم معنا لآخر الفيديو عشان تعرفوا كل التفاصيل مسا قبل ما نبدأ نرجو دعمنا بلايك للفيديو وما تنسوش كمان الاشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات فيديوهاتنا الحصرية أول بأول هي راكزة وممثلة مصرية من أصول أرمانية وظهرت بجانب عدد من النجوم في عدد من الأفلام السلمائية وظهرت هودا شمس الدين في أحد الأفلام بدور البطلة وكمان بدولة المطلقة وظهرت فيه بدون ركس باسمها الحقيقي واعتبروا البعض أن ده أطول إعلان في مصر هي من موليد 1925 وشاركت بعد تخرجها في فرقة بديعة مصبني كراكسة وثم شاركت بعد ذلك في فرقة فؤاد الجزير وشاركت في أول عمل سلمائي لها للمرة الأولى سنة 1945 وبعد كده شاركت بدور سنوي في فيلم الحظ السعيد وشاركت هودا شمس الدين كمان بالرأس والتمثيل في عدد كبير من الأفلام ومنها فيلم عدو المجتمع سنة 1947 وشاركت كمان في فيلم القب مع زاكي رستوم وعادة أفلام تاني زي فيلم حلال عليك مع الفنان إسماعيل ياسين سنة 1952 وفي نفس العام شاركت أول بطولة مطلقة لها وكانت من خلال فيلم عشرة بلدي وجسدت في الفيلم دور الراكسة المشهورة وكمان باسمها إيه الحقيقي وكان الفيلم أفضل إعلان لها وأطول إعلان كمان في مصر وشاركت كمان هودا شمس الدين في عدد من الأفلام اللي جمعت ما بين الرأس والتمثيل وفي أبرز الأعمال لها كانت من رضا بقليله وصاحب الجلالة وبنت العمدة ومكتب الغرام ونص الليل ومبروك عليك كمان وبعد كده انحصرت عنها الأدواء وبدأت تقدم أدوار سنوان تاني وقدمت آخر أفلامها مع أحمد رمزي وعانت الفنانة هودا شمس الدين من مشاكل كتير مع زوجها المطرب محمد أمين واللي قدمها بدور البطولة في فيلم عشرة بلدي وكان محمد أمين يملك مالها ليلة وكانت بتعمل هودا شمس الدين فيه وبعد كده حصل خلافات كتير بينهم ما بين الزوجين وفي أحد الأيام اتفاجئ البوليس الحربي بتقديم هودا شمس الدين بلاغ ضد جزها وبتطلب في الطلق وسألها الزابط ما علاقتهم بالأمر فأجابت هودا شمس الدين بأن زوجها صاحب الكازينو يسيق معاملتها وكمان بيضربها وبيسلب منها أموالها وقالت أن زوجها لي سلطة كبيرة وكمان في البوليس الحربي هيقدروا أن هما يخلصوها منه ويخلوه يطلقها وكمان طلبت منهم أنه هو يحضر ويطلقها قدامهم وبالفعل حضر محمد أمين وقال أنا حر وفي الوقت ده أكبروا البوليس الحربي على أنه يطلقها وكمان أكبروا وقالولوا معيك ساعة واحدة بتجيب ورقة الطلق وده هو اللي حصل بالفعل أما عن اعتزالها فانحصرت عنها الأضواء والشهرة وقررت أن هي تعتزل بعد رجعت لأداء أدوار سنوية وتوفت الفنانة هودا شمس الدين في 2002 حيث توافت في نفس الشهر الذي ولدت فيه وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة ونرجو من حضراتكم دعمنا بلايك للفيديو وكمان ما تنسوش اشتراك في القناة وانفعل الجرس على الكل ليصلك كل جديد وحصري من القناة